اشتركوا في القناة والرطوبة النسبية 50% والرؤية الأفقية ممتازة أكثر من 12 كيلومتر الرياح ستستمر خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام كحد أقصى في سرعتها 30 كيلومتر في الساعة مع عبور للسحب ودرجات الحرارة بوجه عام تتراوح ما بين 23 إلى 25 درجة مئوية في أغلب المناطق وتصل إلى 26 درجة مئوية في الجزر وخاصة الجزر الجنوبية حتى منتصف نهار يوم الغد الهوى الشمال الغربي سيستمر ويانا ولكن سيكون نشط على فترات سرعة الرياح من 12 إلى 42 كيلومتر في الساعة ولكن سرعة الرياح بعد ذلك تدريجيا ستتراجع وتكون خفيفة إلى معتدلة من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة أجواء حارة نسبيا درجات الحرارة يوم الغد تتراوح ما بين 31 إلى 35 درجة مئوية في أغلب المناطق وتصل إلى 37 في بعض المناطق خاصة في الجهرة والسالمي لهوى الشمال الغربي سيستمر ويانا ويكون نشط على فترات وهذا الأمر سيتسبب في ارتفاع بسيط في الأمواج بداية النهار أو خلال فترة النهار تتراوح ما بين 2 إلى 6 قدم لكن بعد ذلك ستتراجع الأمواج درجات الحرارة في السواحي الجنوبية والجزر تتراوح ما بين 27 إلى 31 درجة مئوية أجواء حارة نسبيا لكنها تعود إلى الاعتدال مجددا مع المساء مع تراجع سرعة الرياح الشمالية الغربية أيضا البحر من فترات الفساد من 2 إلى 6 قدم أول النهار لكن بعد ذلك تتراجع الأمواج تدريجيا وتكون من 1 إلى 4 قدم المد الأول بإذن الله الساعة 5 و 3 دقائق صباحا والمد الثاني الساعة 42 و 40 دقيقة مساءا والجزر الأول الساعة 39 و 36 دقيقة صباحا والجزر الثاني الساعة 10 و 57 دقيقة مساءا المواقيت بإذن الله أذان الفير الساعة 43 و 47 والشروق الساعة 5 و 11 دقيقة والمغرب الساعة 6 و 21 دقيقة أما الطقس المتوقع بإذن الله خلال أيام الخمسة القادمة أجواء حارة نسبية خلال فترة النهار تصل العظمى إلى 38 درجة مئوية عبور السحب رح يستمر ويانا على فترات متقطعة فرص لأمطار أيضا متفرقة تكون رعدية أحيانا مع قلبة الهوى إلى كوس في يوم الجمع نشاط الرياح الشمال الغربية رح يكون على فترات يوم الغد لكن بعد ذلك رح تتراجع سرعة الرياح تدريجيا أجواء معتدلة وخفيفة السرعة الرياح الشمال الغربية فيها رح تكون بإذن الله 35 العظمى يوم الغد في يوم الأربعة مع عبور السحب 22 صغرى هوى الشمال الغربي من 22-42 تتراجع سرعتها أكثر خلال المساء هوى الشمال الغربي أيضا رح يستمر في يوم الخميس مع أجواء مشمسة 37 العظمى والصغرى 23 درجة مئوية والرياح سرعتها من ثمانية لـ 35 كيلومتر في الساعة شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه مع نهاية يوم الخميس ويوم الجمعة بإذن الله بدايته يقلب الهوى إلى كوس من ثمانية لـ 38 كيلومتر في الساعة أجل أي نشاط بحري فرص لأمطار متفرقة على بعض المناطق رح نوان فيكم معلومات أكثر عنها بإذن الله في نشراتنا القادمة 38 العظمى والصغرى 23 هواى جنوبي شرقي إلى جنوبي في يوم السبت تتراجع فرص الأمطار لكن السحب تستمر ويانا بإذن الله 38 العظمى والصغرى 23 درجة مئوية والرياح سرعتها من 15 لـ 38 كيلومتر في الساعة يعود الهوى الشمال الغربي مجددا في يوم الحد مع عبور للسحب 38 العظمى والصغرى 25 والرياح سرعتها من 10 لـ 35 كيلومتر في الساعة أعزائي المشاهدين فترة السرايات لا تزال مستمر ويانا فرص الأمطار المتفرقة على بعض المناطق تتكرر بين الحين والآخر خاصة مع قلبة الهوى إلى كوس أجواء حارة نسبيا خلال فترة الظهيرة لكن الاعتدال لا يزال مستمر ويانا في المساء والفترات المتأخرة من الليل والفجر نشرتنا الجوية تنتهي والآن نعود للطرف الآخر من الستيديو لاستكمال النشرة ترجمة نانسي قنقر